جاء يتقدمون يتقدمون علينا يطبون علينا يطبوا علينا مع عودة التظاهرات الشعبية المطالبة بالكهرباء والخدمات وتحسين الواقع المعيشي للمشهد العراقي يعود للواجهة مسلسل الطرف الثالث باستهدافه المتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق المشروعة أحداث دامية شهدتها ساحة التحرير والطيران وسط العاصمة بغداد أسفرت عن وقوع شهداء وجرحاء على يد عناصر مجهولة ليأتي تصريح المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد مولا طلال كالطلق الناري بوجه من يحاول الإيقاع بين الشعب وقواته الأمنية المكلفة بحمايته بنفيه استشهاد المتظاهرين بقنابلة دخانية أريد هنا تكذيب معلومة شاعت من بعض وسائل الإعلام أن الشهدين تعرضا إلى إطلاق قنابل دخانية أو سبب وفاتهم هو إطلاق قنابل دخانية أم في نفيا قاطع عن هذا الموضوع؟ شهيد سقط على أرض التحرير برصاصة استهدفته من مسافة مترين هو ما يثبت براءة القوات الأمنية من نزيف الدم الذي يستهدف المتظاهرين وتقف خلفه عناصر مندسة تحمل أجندات معروفة تحاول زرع الفتنة بين أفراد الشعب أحد الشهيدين رحمه الله تعرض إلى إطلاق نار من مسافة مترين علما أن التحقيق شير إلى أن أقرب نقطة أقرب مسافة أصبحت بين المحتجين والقوات الأمنية هي 45 متر مل طلال ونقلا عن لسان القاظمي أكد التزام الحكومة بأوامر صارمة بعدم زيادة بحر الدم النازف قطرة واحدة والالتزام بحماية المتظاهرين وعدم السمح باستهدافهم هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدم هذه الحكومة ملتزمة أخلاقيا أن هذا البحر من الدم لن تزيده قطرة بل لمانيون أكدوا رفض عودة مسلسل استهداف المتظاهرين السلميين للواجهة مطالبين الحكومة ولجان التحقيق بالكشف عن الأسماء بواجهات التي نفذت هذه الأعمال مسألة التجاوز على المتظاهرين السلميين هذه مسألة مرفوضة ونحن بالنسبة أن نتعرفون أن يكون لجان مشكلة ولجنة ننتظر منها أن تكمل إجراءاتها وبالتالي أنه تحددنا أين الخلال وأين الجهة التي كانت السبب في هذه الحوادث وهذه المشاكل نهر الدم الذي تعهدت الحكومة بإيقافه منذ مجيئها وتقديم المسؤولين عن استهداف شهداء صحة التظاهر هو ما ينتظره الشعب بأكمله وكشف هوية من يستهدف كلمة الحق هو ما ينتظره الشعب من الحكومة فهل سيرى الشعب بأم عينيه محاكمة عادلة للجهات التي استهدفت؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر